في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن عدد من القضايا تعين الصين وزير دفاع جديد تضعه الولايات المتحدة على قائمة العقوبات وزير الدفاع الجديد هو الجنرال لي شانجفو شغل قبل سنوات مدير إدارة تطوير المعدات العسكرية في أعلى لجنة عسكرية تشرف على التكنولوجيا العسكرية في البلاد يومها اتهمته الولايات المتحدة بالتحاون العسكري مع روسيا وبالمساعدة في نقل طائرات مقاتلة من طراز سو خمسة وثلاثين ومعدات نظام سواريخ أس أربعمية من روسيا إلى الصين وبناء على ذلك فرضت عليه واشنطن عقوبات تضمنت قيودا على حضر معاملات الصرف الأجنبي وحضر المعاملات مع النظام المالي الأمريكي ومصادرة جميع الممتلكات داخل الولايات المتحدة ومنعه من دخول أراضيها الخطوة الصينية قد تزيد من حالة التوتر لاعتبارات عدة فهي تشكل من جهة إحراجا للولايات المتحدة وتضع حسب البعض عقبات في ملف الاتصالات القائمة بين وزارتي دفاع البلدين خاصة في حال أي لقاءات مرتقبة بين وزير الدفاع الصيني الجديد ونظيره الأمريكي من جهة أخرى قد يحمل تعيين الصين وزير دفاع متهم في واشنطن بالتعاون العسكري مع روسيا رسائل للولايات المتحدة من بينها حسب كثيرين هو توجه بكين نحو زيادة تعاونها العسكري مع موسكو وهو الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة وحلفاؤها بسبب الحرب في أوكرانيا ورفض تلك الأطراف أي مساعدة عسكرية صينية لروسيا موسيقى